فشل دعوات الإخوان للتظاهر فشلت قناة مكملين مش بس قناة مكملين لكن كان فيه كذا قناة تانية تابعة للإخوان أو هي البوق الإعلامي الخاص بالإخوان وقناة الجزيرة في الترويج للتظاهرات التي دعا إليها الهارب محمد علي ضد النظام الحالي وبوعي الشعب المصري والذي يحرص دائما على استقرار هذا الوطن وسلامة أراضي والذي يثق تماما في الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية وجهاز الشرطة هذا الشعب أبدى رفض لهذه المظاهرات تعالوا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي خيمت حالة من الهدوء على مدان التحرير أول أمس الجمعة في إعلان واضح بفشل دعوات التحريد التي أطلقتها أبواق الإخوان في اسطنبول حيث كشفت الفيديوهات والصور الواردة من الميدان ومنطقة وسط البلد عن حالة من الانسياب المروري وصلت تواجد مكثف من قوات الشرطة وتجمعات شبابية لا تتعدى العشرات بينما أشار خبراء إلى أن قنوات الإخوان تعمدت فبركة عدد من الفيديوهات وبثتها لإظهار وضع مغير للحقيقة وبث الشائعات عن مصر في إطار الحرب التي يخوضها التنظيم ضد الدولة المصرية وفي السياق نفسه اتسم ميدان التحرير بحالة من الهدوء وانسيابية في حركة المرور في تأكيد على فشل الدعوات الإخوانية للتحريد على التظاهر وعدم اقتناع المواطنين بدعوات الهدم والتخريب وتواصل الكتائب الإخوانية العمل تحت الأرض في إنتاج مواد فيلمية مفبركة وفيديوهات تذعم خروج مظاهرات بميدان التحرير مع استخدام فيديوهات قديمة للميدان خلال فترات ما بين 2011 و2013 كما تقوم الكتائب المروجة للأكاذيب بتوفير مواد مفبركة أملا في أي استجابات خاصة أنها تستخدم هذه المواد ضمن الدائرة المغلقة لتشغيل قنوات الكذب والتحريد بدول داعمة لها من خارج مصر لتصوير الحالة على أن هناك تعاطف معها أو استجابة بعد هروب قادتها إلى خارج مصر للنجاة من الزحف الشعبي ضدها وتستهدف الجماعة الإرهابية إذ هر مصر خارجيا على أنها بلد مرتبك وتقوم بالترويج لوجهة نظرها على أن الشعب مع الجماعة رغم أن الجماعة طردت من السلطة بثورة شعبية في عام 2013 ولا تلقى دعواتها أي تعاطف ووصل بها الحال إلى حالة من الجنون والتباري في الكذب والتحريد والسب والتغرير بالشباب الصغير للحفاظ على القيادات الهربة والتغرير كذلك بالمتعاطفين معها مرحب بحضراتكم معنا مرة تانية في النور ده معناه أنه ليس كل ما يقال أو يعرضه حقيقي ممكن يكون الفيديو زي ما تقال كده يوم الجمعة احنا طنعين لايف من ميدان التحرير وبصوا الأعلام وبصوا الأعداد وبصوا الناس والهتفات وا 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 وفي الآخر نكتشف أن دي كانت تجمعات وأن ده كان فيديو لاحتفالات مصر بالتأهل لبطولة كاس العالم الصور نفسها شرحت نفسها في واحد يمكن على وسائل التواصل الاجتماعي مبارح عمل فيديو قال فيه أنا فلان الفلاني اللي وسائل التواصل الاجتماعي مبارح قالت أن أنا أول شهيد في اسكندرية يسقط في المظاهرات أنا هو أنا موجود أنا مش شهيد وما متش وما حصل ليش حاجة وما فيش أي شيء من اللي تقال ده حصل في ناس اسكندرانية أصدقائي يعني كانوا بيشوف الفيديوهات دي بيستغربوا لأنه الفيديوهات كانت بتمر على محلات أفلت يعني المحلات دي ملهاش وجود حاليا الفيديوهات بتظهر أن المحلات دي كانت مفتوحة وبتعرض البضاعة بتاعتها ده معنا أن الفيديوهات قديمة أدي اللي أنا بقول لحضراتكم عليه الشخص اللي قاله عليه أنه شهيد خرج قال يا جماعة أنا مش شهيد وما متش وما نزلتش من البيت أصلا وما حصلش حاجة يعني إذا كنتوا عايزين تفهموا الناس أنكم انتصرتوا فأنتوا بتقدروا تفهموا الناس ده في العالم الافتراضي إنما على أرض الواقع الحياة مستمرة والناس شغالة والناس نزلت وراحت اتفرجت على المطش ورجعت من المطش وراحت المدارس وراحت شغلها والحياة مستمرة مش هنرجع تاني النقطة الصفر ببساطة التحركات الغير مدروسة أو أعداء الوطن لما بيتكتفوا علشان يزقوا الناس في اتجاه معين ده مش عشان مصلحتنا ده عشان مصلحتهم لأنه في ناس متربصة مستنية البلد تقع عشان تركب الموجة وأعتقد حضراتكم شفتوا الفيديو اللي نزل امبارح أو أول امبارح لما يسمى بأيقونة ثورة يناير وهو بيقول أنه لما كنا بننزل ما كانش في مخيلتنا أبدا أن الإخوان هتركب الموجة وتحول دفت الصورة لناحيتها هي خلوا بالكوا من الكلام ده كويس أوي الكلام ده بيظهر اليومين دون ليه علشان المصالح ابتدت يعني تحاك على شيء معين الشيء ده هما مستنين ويحصل علشان ينقضوا على البلد ده مش هيحصل لأنه المصريين وعيهم أكبر بكتير أوي من اللي بيتعمل والناس فعلا فعلا ما بقاش عندها قدرة على أنها تخسر تاني خلاص يعني الدم اللي خسرناه والاقتصاد اللي وقع في 2011 والمشاكل ومؤسسات الدولة والحرائق والخسير ما عندناش استعداد ندخل في الدائرة دي تاني عندك مطالب ممكن تطالب بيها بمنتهى الحرية على فكرة الدستور والقانون بيكفل حق التظاهر يعني أنت ممكن تتظاهر بما يليق بالقانون وبالدستور لكن إنك تنزل تخرب وتحرق وتدمر وتجر البلد لحفة الهوية مرة تانية مش مسموح أبدا ترجمة نانسي قنقر